أتوقع أن لا أحد يترك المشهد العراقي على وضع اللا وضع يعني أنا أتوقع طبعا عدنا مؤشر هنانا إذا نحكي كتحليل مو تخصصي ما الواحد مراقب زيارة السيد الحلبوسي لإيران هاي الزيارة التي أجلت أو ألغيت وأعيد ترتيبها على نطاق واسع ببرنامج رسمي وبالتأكيد في برنامج غير رسمي بالتأكيد هذه الزيارة يجب أن تكون هناك اجتماع مع الطلاعات مع الحرس مع شخصيات أكثر أهمية ما حاولت أن يحصل معلومات مباشرة لكن اللي أثير هناك رؤيتين رؤية قريبة من السيد الحلبوسي تقول أن السيد الحلبوسي أصر على موقف الحفاظ على التحالف الثلاثي والندية مع إيران وتكلم بوجهة نظر ثابتة الوجهة النظر الأخرى اللي بالتأكيد رح تطلع من الفريق الإطاري تقول أن الإيرانيين أعربوا عن امتعاضهم من هذا الوضع وبالنتيجة هم يرون طبعا بالنتيجة عاني إذا أرجع تحليليا وقلت لك إياها قبل لا أدخل للستوديو الأميركان دائما كل ما يصير يسمونه ديدلوك كل ما يصير انغلاق سياسي بالأزمة يروحون إلى التسوية هم بالنتيجة إحنا أنا أعتقد التوافقية صار قرار أمريكي إيراني بالمشهد السياسي بعد 2003 بشكل كامل فبالنتيجة وين نروح؟ نروح على التسوية أنا أعتقد الإيرانيين أيضا هم مدرسة التسوية الآن اللي صار في هذا المشهد هذه المرة أرجع حتى أقول حتى أكمل ما سرب أو ما نقل لي بشكل معين أن السيد الحلبوسي أبلغ من الإيرانيين أن هناك دور إيراني سيقوم على دور الوساطة ما بعد العيد وبالتالي سيحاول أيضا طبعا هذا الدور بدأ تقريبا من خلال شهر كان صارت زيارات إلى بعض الأطراف السياسية إلى أربيل وإلى السليمانية أيضا تفعيل زيارة السيد الحلبوسي يبدو لحد الآن لا توجد اتصالات مباشرة واضحة مع التيار الصدري اللي هو المصر على فرض رؤيته السياسية لكن أنا أعتقد قد يتغير هذا الدور ما بعد العيد وبالتالي نرجع إلى منطق التسوية ترجمة نانسي قنقر